تعددت مجازر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حيث أصبح القطاع منكوباً مع توصل القصف وانقطاع الإمدادات هذا وقصف الاحتلال مخيم جباليا في واحدة من أبرز القرائم التي ترتقي لجريمة حرب وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قطاع غزة يواجه منذ السابع من أكتوبر الماضي عقاباً جماعياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب حيث أصبح القطاع منكوباً تماماً مع توصل القصف وانقطاع إمدادات الوقود والغذاء والماء فضلاً عن قطع الاتصالات بشكل شبه مستمر الاحتلال الإسرائيلي تعددت مجازره خلال أسابيع العدوان فكان استهدافه لمخيم جباليا واحداً من أبرز القرائم التي ترتقي لجريمة حرب وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث استشهد وأصيب نحو أربعمائة معظمهم من النساء والأطفال في المخيم الأكبر في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي أصار حفيزة العالم كله بمن فيهم حلفائه بإقدامه على جريمة شنعاء بقصفه مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون في أبشع جريمة حرب يشهدها العالم مؤخراً حيث تسبب الهجوم الإسرائيلي في سقوط خمسمائة شهيد من مصابي المستشفى إضافة إلى النازحين الذين لجأوا إليه بحثاً عن مكان آمن مصر اعتبرت القصف المتعمدة لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة منظمة العفو الدولية من جانبها أكدت أن هناك هجمات إسرائيلية في قطاع غزة لا تستهدف أهداف عسكرية بل هي استهداف مباشر للمدنيين وهو أمر محظور ويعد جريمة حرب بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه طالت مستشفيات الشفاء والقدس والإندونسي والتي خلفت العشرات من الشهداء والجرحة إضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف منصقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز عربت عن صدمتها لأن القصف الإسرائيلي يستهدف مرضى كان من المقرر إجلاؤهم إلى بر الأمان سيل الجرائم الإسرائيلية طال أيضاً مخيم المغازي مخلفة ما يفوق الخمسين شهيداً وأكثر من مائة مصاب امتلأت بهم أروقة وممرات مستشفى الأقصى يواجهون مصيراً مؤلماً مع جراحهم في ظلي نفاذ المستلزمات الطبية تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروة تشير إلى نزوح أكثر من مليون شخص منذ بدء التصعيد من بينهم أكثر من أربع مائة ألف يقيمون في منشئتها وقالت إن غالبية النازحين انتقلوا إلى الجنوب ويعيش منهم نحو ستمائة وواحد وسبعين ألف شخص في مائة وخمسين ملجأ طوارئ وهو مخصص للأونوروة ويشكل الاقتضاظ مصدر قلق متزايد إذ يصل متوسط عدد النازحين في كل مأوى إلى أكثر من اثنين ونصف مرة من الطاقة الاستعبية المخصصة ودمر الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أكثر من ستة عشر ألف وأربعمائة وإحدى وأربعين وحدة سكنية كما تعرضت ما يقرب من مائتي ألف وحدة سكنية أخرى لأضرار طفيفة إلى متوسطة ويشكل العدد الإجمالي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة أكثر من خمسين بالمائة من جميع الوحدات السكنية في قطع غزة إذ دمرت قوات الاحتلال أحياء بأكملها كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي المباني المدرسية والمساجد في بيت لهيا والشجاعية والمنطقة الواقعة بين غزة ومخيم الشاطئ للاجئين مما أدى إلى تأثير مائتين وستة من المرافق التعليمية واستخدم النزحون ثمانية من هذه المدارس كملاجئ طارئة تعرضت إحدها لقصف مباشر كما تجاوز عدد الشهداء أكثر من عشرة ألاف شهيد وما يقرب من ثلاثين ألف مصاب لتستمر المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو فصل جديد من العدائل الإنسانية تنفذ آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فهل يخفل جفن التاريخ وضمائر العالم عن تلك المأساة التي تخلت عنها معظم الدول الغربية والمؤسسات الدولية